عندنا أنواع الجموع ثلاثة أنواع عندنا جمعة المذكر السالم، جمعة المؤنث السالم، وعندنا جمعة التقسير درسنا للهار اليوم هو الجمعة المؤنث السالم يكون الجمعة المؤنث السالم بزيادة ألف وتاء مفتوحة للمفرد وتكون الألف وتاء زائدتين ليست من أصل الكريمة كذلك عندنا يعرب الجمعة المؤنث بالضمة في حالة الرفح بالكسرة في حالة النصب والجر من أمثلة عندنا الفتيات مهذابات الفتيات اسم في بلاد جملة يعرف مبتدأ مرفوع بالضمة مهذبات خبر مرفوع بالضمة كذلك شرحت المعلمات الدرسة المعلمات فاعل مرفوع بالضمة شجعت المديرة الفائزات هنا الفائزات مفعول به منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة هنا نقول لأنه جمع مؤنث سليم لأن الجمع المؤنث سليم ينصب ويجر بالكسرة ذهبت إلى محطة الحافيلات الحافيلة هنا مضف إليه مجرور بالكسرة عندنا كذلك ليس كل كلمة تنتهي بالألف والتا مفتوحة تسمى جمع مؤنث سليم هنا بعض الكلمات تنتهي بالألف والتا لكنها ليست بجمع مؤنث عندنا مثلا أصوات أبيات أصوات مفردها الصوت تنتهي بالتا المفتوحة يعني لم يكن هناك زيادة في الألف والتا هي من أصل الكلمة التي كانت في المفرد نفس الشيء مع كلمة أبيات مفردها بيت التاء الثانية في الجمع ليست بزيادة يعني بتاء زائدة هي من أصل الكلمة الأولى إذن كلمة أصوات أبيات مثلا كلمة أخرى أمهات هنا نصنفها في الجمع التكسير وكذلك هناك بعض كلمة أخرى في اسم العالم يعني لنبخو بعض أسامة يعني إمرأة يسمى عنايات تنتهي بالألف والتامة مفتوحة عندنا مثلا جبل عرفات يسمى جبل عرفات تنتهي بالألف والتامة مفتوحة إذن تلك الكلمة يعني هذه الكلمة ليست من الجمع المؤنث السالم إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الدرس يعني ليس كل كلمة تنتهي بالتامة المفتوحة تكون جمع مؤنث السالم وكذلك عندنا الإعراب التحى يكون منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة يكون في حالة يعني في المفعول به المفعول به ما عندهش فتحة نقوله دائما منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة أما في حالة الرفع والجر يعني عادي مرفوع بالضم الظاهرة ومجرور بالكسرة الظاهرة إن شاءتكم استفدتم من هذا الدرس إلى الملتقى بإذن الله وشكرا السلام عليكم